خراطة الأخشاب انتخذتها كهواية ولا حرفة تمارسها لا أنا بدايتي طبعا كنت حاب شغل النجارة وشغلات هذه بعدين استهوتني سلفة الخراطة لما شررت برامج اليوتيوب وشغلات هذه فشريت الجهاز واشتغلت عليها لين علمت نفسي بنفسي لين وصلت مستوى هذا طبعا عندنا أصدقاء بالكويت ما شاء الله تبارك الرحمن قبلي بالشغلة هذه وهم ساعدوني بالطريقة وشلون ونوصل إلى مستوى القطعة وجمالها يمكن مو سهل أن تتسوي أواني خشبية بشكل عام وخصوة مثل الأشكال اللي قاعد نشوفها جدامنا هنا فكلمنا عن هذا الموضوع وشغلك بشكل عام وهل تقدر تسوي أشياء ثانية غير الأوان اللي قاعد نشوفها جدامنا صحيح طبعا أول بداية كنا نلقى الأخطاء وطبعا والحوادث اللي تصير فيها لين ما عرفنا وعرفنا تكنيكاتها وشون توقف أثناء الدوران المكينة هي طبعا مكينة الخراطة جهاز ياخذ دوران تحط قطعة الخشبية تسوي الاستقامة لين يجيب القطر كامل القطعة بالتالي عاد تبدأ بالحفر طبعا أنت حتى في وقفتك لازم تكون وقفة حذرة لأن لا سمع الله ممكن تصير خطأ بالقطعة أو شيء أو تكون ضعيفة فيطير منها شضايا تصيبك طبعا السيفتي كنا شوي نجهلة بالتالي لا ضفنا عليها وما يخلى الأمر من الحوادث البسيطة طبعا هذا صحيح أي والحمد لله الحين وصلنا في مستوى يلا لك الحمد أن القطعة الخشبية تتحول إلى لمعة الزجاج يعني تشوف الإضاءة ساطعة فيها تشوف شون المعون صحيح أستاذ عبدالعالي أنت تكلمت عن الجهاز الخراطة مات الخشب هم توفر عندنا بالكويت ولا تطلبونا من برا طبعا موجوده أول بدايتي طبعا خذيته بالكويت بس جهازه صغير ما كنت أقدر أوصل المستوى اللي أعرفه الحين أي طبعا سويت قطع صغيرة وحاولت بالقطع الكبيرة بس شوي صعبة الجهاز جدا صغير ما تقدر تطلع فيه بالأحجام هذه بالتالي تطور الوضع طلبت جهاز من برا وساعدني فيه واحد من الأصدقاء اللي ازا خير طبعا طلبنا الجهاز مكلف أدواته مكلفة طبعا الأزميل نستخدم الأزميل خاص للخراطة يعني النجار مثلا يستخدم أزميل أزميل كهربائية ولا يدوية يدوية طبعا والنحاث كذلك ما نستخدم أزميل للنحاث الأزميل الخراطة خاصة بالخراطة والأدوات مالتها غالية جدا يعني أمور خيصة يمكن ذكرت في البداية أنك وصلت العالمية فيمكن الكثير يسأل شلون قدرت أنك توصل العالمية وتمثل الكويت في هذه الأعمال الحرفية حلو أنا طبعا بدايتي هواية ولا كنت أفكر بأنني أوصل عالمية أو شغلة عندي تعرفت على صديق كويتي طبعا قبلي كان في الموضوع هذا اللي هو فهد الهاجري أعرض علي فكرة أن نسافر ونجرب حظنا في المنظمة هذه فدزلهم طبعا سيفي عني قبلوني قدموا لي تذكرة وإقامة وكانت طبعا هي هذه المنظمة كل سنة في دولة حلو السنة هذه حنا ثونا جايين بشهر أربعة هذا وين كانت؟ في لوس أنجلوس لوس أنجلوس طبعا تجمع العالم كله تلقاه هناك طبعا إحنا العرب يعني الخليج تقريبا البحرين السعودية عمان الإمارات والكويتين احنا اثنينة ممتاز أي الدول العربية كذلك موجودين معانا من مصر من لبنان شوان كانت ردود الأفعال لما شافوا شغلكم وجودكم ككويتين والله أنا خذيت معاي أطباق طبعا خذيتم معاي أنا أساس أني أشتغل على الخراطة طبعا ما اشتغلت خراطة اشتغلت نحت حلو مساعدة الصديق وياي لأنه كانت القطعة طولها تقريبا أربع متار إن شاء الله فكرة المشروع أنه ثلاثة يشتغلون بقطعة وحدة حلو فكل واحد يسوي على قولتهم جذور بلده أي أي كل واحد يصنع بهالمجسم هذا يطلع جذور بلده طبعا فهد الهاجري فكرته أنه يحط خيول والخيول العربية هي جذورنا العربية فكانت ناجحة الفكرة أي القطعة طويلة سوينا 11 راس حصان مع أغبرتهم طبعا بس رؤوس خيول واشتغلنا عليها مدة أسبوع طبعا هي معطينك وقت محدد تخلص القطعة فيه بالتالي طبعا تدش المزاد القطعة هذه وريحها راح يروح للمنظمة للمنظمة هي أساسا هي اللي استقبلتك وهي اللي استضافتك ودفعت لك هذا كله فكرتهم حلوة طبعا هم كل سنة في بلد كلموني قبل فترة المنظمة إن شاء الله راح يسونا في المغرب إن شاء الله كنت زي المغرب يمعود أقرب أقدر أخذ أغراضي وياي لأن أمريكا طبعا قالونا أدوات حادة ممنوعة تتأخذونها معاكم وما عندهم الأدوات هذه لا طبعا هم موفرين لنا المنظمة موفرين لنا كل شيء بس هم شغلك تعتازك وتعتازك وتخاف علينا ممكن يسير شيء أو ممكن يأخذونا منك فهنا قالوا لا تجيبون أغراض أدوات حادة لأننا راح يأخذونا منكم ويمنعونكم للأسف ما أخذينا شغلنا شرينا هناك وأنا طبعا روحت هناك كلها أني قاعد أفكر أني أشتري أزاميل خاصة حق الخراطة ورحت الحمد لله طبعا يمكن تقريبا أكثر من 2000 دولار بس أغراض حق الورشة حلو يعطيك العافية يعني مثل ما تشوف هنا أن هذه الأخشاب كويتية ومثل ما تعرف يعني إحنا بيئتنا ما تساعد على هذا الشيء ما يفرق معاك أن أنت لما تشتغل في أخشاب من الكويت أو أخشاب يعني بره مثلا كندا أو يعني قابات السوائية أخشابها تكون غير أنا أشتغل طبعا في المستورد المهوقني الزان المرندي سنوبر سنوبر أشتغلت في أخشاب ثانية اللي احنا متعودين عليها منها المرندي قلنا حلوة بالشغل وهشة في بعض الأخشاب بعضها صعبة شوي بس الأجمل عندي بالنسبة لي أنا الصفصاف والبرهامة أيها الشاب الكويتية طبعا هذولي كلهم شجر صفصاف الطرفية هذه برهامة عفوا هذه طبعا تفرق عن هذه حلو لأن هذولي صفصاف بس هذا ميزة الصفصاف أنه صار لفترة ميت فصاير فيه شوي يعني تحس في روحه هذا يعني مقصوصة بالمنطقة عندي حلوة أخذيتها لأنها مصيرها كانت المحرقة هذا اللي بسئلك عننا أننا حقوق البيئية عندنا بالكويت كيف تقدر تأخذ الأخشاب وتتصرف فيها هل هي مفتوحة شديد ولا لازم في حقوق لا طبعا أنا طبعا عورني قلبي لو أقصي أشجارة ما أرضى عليها طبعا وحنا نفتقد الأشجار بالكويت بس هذه مصدرها سببها شنو أنها جفت ماتت وبالشارع جاءوا هيئة الزراعة قصوها طبعا سألتهم وين هذا رح يجي أجلكم الله الانتعال البلدية رح يشيلونها المحرقة فقلت زين أقدر أخذها قال ما في مشكلة بالعكس تفيدنا يعني خليت الجدوع الضخمة طبعا هي تعتبر ريسايكل لأنهم ودينهم محرقة فحرات هم ودين للمحرقة ويتلاف فأنا ليش تودونها تلاف نحن نطلع منها شغل حلو فعلا نقدر نعرضها وناس تشوفها وتعلم منها وتستفيد بس مع أن البرهامة سبحان الله شجرة مميزة من بد الشجرة اللي هي شنو اسمها؟ برهامة برهامة هي طبعا نباتات استرالية طبعا هذه جتنا بالكويت الصفصاف الصفصاف يمتاز نباتات سحراوية واسمه الحقيقي طبعا نسميه صفصاف العراق يسمونه صفصاف الخليج تغريبا ولا هو اسمه العربي السيسبان ونباتات سحراوية طبيعتها لأن ورقها صغير حولا أي سبحان الله وتحمل العطش ويفرق الشجرة اللي انبتت بالبر واللي انبتت عندك وتسقيها ممتاز يفرق بالأغصان يعني مثل أثناء الحفر تلقى التشقوقات أنا جايب واحدة فيها شقوق يمكن شفتوها هذه لأنها تشرب ماء والباتي يعني حوشهم جفاف وعطش فترصال بي عشان شي بس أسألك الحين هل هذا الاستخدام ولا فقط للعرض وبالإضافة أنا بنعرف هل أنت فقط تسوي أواني مثل هذه الأشغالات يكون صغيرة والممكن أنك تسوي خنقل يعني أثاث بيت كامل خنقل مثلا سرير أو كبت يعني أشياء أكسوارات في البيت طبعا الأخشاب هذه إذا لقينا حجم عود يعني مثل قطرة كبيرة حلو هذا حلو أنه مو نسوي خراطة أنه نقصصه شرائح حلو ويطلع منه قطة حلوة تقريبا ثلاثة سانتي سماكة وتقدر تسوي منه اللي تبي يعني من سراير طبعا مكتبات كوميدينا كراسي تقدر تطلع منه شغلات واجدة طبعا الأشجار اللي عندنا أقطارها صغيرة فأنت لو حتى قصيتها تشريح رح يصير حجم صغير يعني ما يسوى أنك تسوي منه ديكور أو شغلة إلا الخراطة فأنا أحيانا أخذ الخراطة جانبية بالقطعة أساسا أنه يعطيني أقواسها مغلوبة وفيه أخذها بالسنتر فيعطيني اللون كامل مثل ما أنتم شايفينه وهذا للاستخدام طبعا طبعا أي تقدر تحط فيه وتنشب والطار في هذا أحلى شيء سمعت أنتب أيش ممكن أحط فيه تنشب فيه أقولك أحلى شيء أحلى شيء أحلى شيء أول يستخدمونهم مثل أستاذ عبد العالي إحنا بالكويت يدورون التحف الفنية الخشبية وصارت دارجة في كل الأماكن المطاعم الديكورات يعني وايد يستخدمون الخشب لأنه هي قطعة أساسا فنية فخمة ما تحتاج للشغل عساس أن أنت تبرز فخامتها هي جمالها منها وفيها فعلا ما فكرت أنك أنت تستخدم هذا الشيء كمردود مادي تستفيد منه والله شوفي أنا إذا مردود مادي كان في شاح نقدر نفتحها بمجال المعارض عرضنا وتسويقنا وهذا بس أنا مو بالي أني أبيع بس السوق الكويتي محتاج هذه الأشياء أنا بالمعارض يعني أعاني من الناس دائما يحنون علي بسالفة البيئ ولا قطعة أبيعتها ما بي أحب أوزع أعطي هدايا بس أني أبيع لن أقالي علي لا شغلك يعني أنت قاعد تتعب فيه وتبدل مجهود فيستحق أنك أنت تستفيد منه قيمة ما قدرة قيمة سراحة للتقييم ما قدرة قيمة يمكن ذكرت أنت لك مشاركة في بعض المعارض كلمنا عن هذه المشاركات وشلون تشوف ردود فعلا لما قاعد يشوفونا شجر الكويت يعني أشجار الكويت عفوا وشغل كويتي وخصوصا منك أنت وبالكويت قاعد شوفوا مثل هذه الأعمال اللي ممكن أحنا نبتخر فيها فعلا عندنا مثل هذه الأشياء اللي قاعد نشوفها يمكن عالمياً وائد ناس قاعد يسوونها وعندنا تكون ناس قاعد فيها ولكن نقدر رح نسويها عندنا بالكويت نعم نقدر نسويها وأنا أول مشاركة لي طبعا الربع الله يزاهم خير قبل تقريبا سنة ونص أول مشاركة لي في السوال في الأطباق والأواني هذه روح شارك جير كان المعارض اسمه ألف مشروع حلو مع الأسف أنه ما في مشاريع بس اسم هم يبقون حرفيين اللي نتخابرين طبعا معارضنا كلها درارية صحيح وبس هذا اللي عندهم طبعا أنا صرت شاذ بينهم مع شغلي لأن أنا جبت جهاز مكينة مميز ما في لديك مميز جبت المكينة وبديت أشتغل جدا من الناس حلو لأن الناس ما استوعبت أول يوم عرض لي كانوا يشوفونها يسبونا فخريات ايه فعلا مشارلا شيء جميل بعدين استوعبوا أنه خشب بعدين خشب الكويت اللي يشتغل فيه كويتي هني علاقاتهم صار فيه رقبة طبعا طلبوا مني البيع خليتها آخر يوم أني أبيع لكم ايه حلو ايه طبعا أسعار عادية بسيطة جدا ايه اثناء شغلي طبعا بالمعرض أشوف اقبال على الجماهير يعني الجماهير تابع ناس تشتغل تابع ناس تتحرك جدامهم سهلا ايه ايه فقاعد يشوفون يعني بنفس اللحظة أاخذ الجذع أحفره أستسوي منه فينجال وحطه جدامهم ويشوفونه مستنسين يعني سهلا ايه طبعا جاتني وحدة الله يذكرها بالخير أنا ما عارف اسمها بس أصرت على قطعة اللي هي تقريبا قلاس بس صغير ايه اخذي اصرت انت تبتعطيها فري اه فري لا لأنا ايه حاسة بقيمة الجهد اللي انت ببلت وشيء يعني كويتي حتى قلت لها تقريبا رمزي قلت لها بدينار ايه ايه قلت لانتش قلت لأ انا اصلا ما فاشلة افتح جنطة وعطيك دينار او دينارين ايه ايه ارفع سعره ووصل عشر دينا نير قلت لها ايه معودة اخذي الفنجال ايه طبعا صار الموضوع شنو مقايضة يعني هلو هلو جدا لان ايه او شيء قدرتني يا الله يزاها خير وهي تستاهلة فعلا يعطيك العافية استاذ عبدالعالي انت تعطي دورات فاقبال البنات والشباب من تشوف اكثر اقبال والله الشباب والبنات نفس الشيء حلو ايه والله وطبعا البنات هو شيء ردت الفعل انهم خايفين من الجهاز وقطعة وخشبة ومكينة وهذا طبعا قلت لهم المكينة فيها هيبة ورهبة بس انت لما تندمج وياها تروح الهيبة والرهبة هذه صحيح ويلقى جمال الشغل فعلا المدة اللي يحتاج فيها يتدرب والله شوفوا هي طبعا كل شخص وطاقاته في بعضهم بصرع يستوعب يعني اقل من يومين هو ما شاء الله فنان ايه ما شاء الله ايه يسيطر على القطعة وشون يثبتها وهذا ونصيحتي دايما اشتغلوا وياي واحد من الشباب الله يذكره بالخير يحط هيتفون ايه بالشغل طبعا انا امنع سالفة الهيتفون قاعد تسمع موسيقى وانت تشتغل ايه اذا بتسمعها بعيد مو مشكلة بس لا تسمعها بتركيز الهيتفون لان المكينة اذا سمعت صوت صحي يعني فيه خلل لازم تطفي وتشيك صح ايه ما تندمج بيه الهيتفون وما تدري عن الجهاز عشان تعبك ما يروح تقعد تساعد فيها مو شايف التعب يأذيك راح تعور انت منه ممتاز ايه فلا هذا الحذر يعني منه اول شي دوراتي اركز على السيفتي اكيد لان انا شبعت حوادر اصابات ايه ووقتها دخلتي دفاشة اصابة ايه ايه زي سادي بخصوص هذه الدورات يمكن الكل يتساءل شون يقدر تواصلهم معاك بخصوصها بالاضافة هل هي تكون مقابل برسوم شي معين ولا مجانية انا شف سويت لي دورة اول دورة سويتها في مركز سافانة حلو ايه في الري وحط الاكاونت طبعا وشغلي بالانستجرام ايه وسجلوا عن طريق المركز انا طبعا ما ليشغل بسالفة هذا هم يعطوني المواعيد بس ازورهم وادرب الطلبة اللي عندهم ايه لا اله الله وفي مركز صباح الاحمد هم نفس الطريقة دربت المعلمين حلو اي لنا عندهم اجهزة بس للاسف انه محد عايا الان بيتدرب عندك لانه فعلا احتاج بالتدريب اياتي الله سعلا مبارك اي والله فتعلمه طبعا وعفوا المركز سافانة ومركز صباح الاحمد والوقت الحالي بعد تكلموني كذا مركز على موضوع الدورات واني اعطيهم دورات والتدريبية وانا حاضر يعني الموضوع هذا انا موضوع الله يقوي كل الشكر لك استاذ عبدالعالي على المجهود اللي بذلت وطلعت لنا الفن الكويتي والخجب الكويتي بشكل فعلا جميل وراقي الله يزاكم خير وانتو اللي مشكورين وما قصرتو العفوح ياك الله ومنعونا كل الشكر لك يا رب وهذه كانت حلقتنا اليوم نتمنىكم استمتعتها ومعاننا عن الرياضة والحرف المهنية بشكل عام ونشوفكم باشر في وقت تيدي معاستنا معاستنا اشتركوا في القناة